صباح الخير من صباح السادة المشاهدين معكم كوتش أحمد فياض من نادي اليوم رح نعمل تمرينات يعني الموضوع كتير بنسأل فيه اللي هو تحده بالظهر كيف احنا بننعالج هاي المشكلة انه اغلب الناس بيجي على الجيم وبكون في عنده عنده تحده بالظهر بهذا الشكل هيك هيك بكون به هو بكون عنده عضلات وبكون رياضي بس عنده فيه تحده بالظهر فاليوم نعمل تمرينات تساعد بحل هاي المشكلة هالا اول شغلة انه هي فيها فيها تركيز غير هي هالشغلة انه انا في عندي عضلات الصدر في تحتهم كمان عضلات صدر صغره في العضلات الكبرى في الصغره عضلات الصدر الكبرى بتكون قوية والصغره بتكون اخوى فنهاية العضلات الصدر الصغره بتكون نهايتها بلوح الكتف فعشان هيك انا بكون عندي صدر ساحب ظهري لقدام فبسر عندي فأول شغلة أنا بدأ أسويها أي حدا يعني بشعور عنده تحدب وبغض النظر يعني إذا كان هو رياضي أو مش رياضي يعني إذا كان شغله مكتبي شغله يعني بيقعد على التلفون كتير طالب على مقاعد الدراسة وبكون لفترات طويلة بالتدريس فبدي أعمل هاي الأشياء المهمة راح عمل شغلات أنا بسيطة تنعمل بالبيت وشغلات تنعمل للجيم فأول شغلة بدي أعمل العضلات الصدر اللي هي العضلة هاي هاي بهذا الشكل باجي على أي مكان زي هيك بمسك فيه بحيط عمود أي إشي وبسحب صدري بهذا الشكل زي هيك بلف 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 عشان أعمل الستريتش اللي هو الإطالة للعضلات يعني برخي عضلات الصدر بعد هيك عشر ثواني بعدين ببلش بغير عشقة تانية نفس الإشي وان، تو، تري، فور، فايف، سكس، سبن، ايت، ناين، تن هيك احنا بكون رخي عضلات الصدر بعدين ببلش بأول تمرين التمرين الأول اسمه روتيتر كف التمرين هذا بيجي فيه عضلة على لوح الكتف اللي هي عضلة العضمة المثلثة اللي برا في عليها عضلة اسمها انفرس بنياتوس وفي عضلة بتيجي من هون هيك برضو شابك بالعضم المثلث اللي هي بالظهر اسمها سوبرس بنياتوس وفي عضلات التيرس مينجر اللي هي بتكون شابك بالعضم المثلث اللي هي بالظهر ونهايتها بتكون بعضم العضد اللي هي بالعضم اللي هون يعني بتكون داخلي من هون لهون بهذا الشكل وهي كمان بتساعد على الترهل في المنطقة هاي التمرين هو كالاتي باجيب ربربان زي هيك مطاطة بشريها من أي مكان يعني متواجدة بأي مكان محل رياضة اسمها ربرباند او الاستيك باند او اللي هو تكون مطاطة في منها طبعا الوان ومقاومات حسب كل واحد هو قوته وقف بهذا الشكل تكون ظهر مسنود في مسافة تقريبا ثلاثة خمسة سانتي بين الكوع والخصر وبفتح بهذا الشكل هيك ون هاي اول حركة بعمل ايدي التانية برضو شكل اسرع عشان الوقت اي سيح علا ان اعملت التمرين بهذا الشكل ها ها نفس التمرين ببعد بتنجل على الايد التانية وبعمل بهذا طبعاً كوعي مع كتافي بضله مع نفس الشكل العضل الثاني بهذا الشكل بخلص هذه الجولة برجع بعمل كمان مرة عشر ثواني يمين عشر ثواني شمال في هذا الشكل بعدين بفك الالاستيك ماند يعني ارجعكم انه على بساطة التمرين انه انا بربطه بأي اشي هذا الالاستيك ماند وبعمل بهذا الشكل زي هيك ايدي هيك او هيك ما بتفرق بتفرق الالاستيك ماند يعني بهاي الحركة وبفتح بهذا الشكل واحد اثنى ثلاث اثنى ثلاث اثنى اي شخص شغله مكتبي يعني المفروض انه يعملها بيجو بالعب الرياضة نازم تتسوى هلا مني جاء على تمرينات الظهر يعني هذون بتسوا قبل تمرين الظهر ثلاث بعمل تمراه bachelor التي هي فيه حديد هلا بنا ننتقل على تمراه الحديد ونشوف التكنيك كيف 100 بالمية كيف انا بدي ازمي على شانان انا ما ازيد التحد teníanي بالظهر هلا بدنا نشوف كيف التكنيك مية بالمية لعضلات الظهر عشان انا ما يزيد عندي التحدم وحتى لو ما عندي تحدم بدي اكون احافظ على ظهري وهذا الشكل هلا اتفرج على الكوع عندي بنزل بعمل تقريبا ربع التمرين يعني بنزل اللي هي ربع التمرين وكوعه ما بتنمي يعني ما فيه تانية بالكوع هاي كوعي لسه ماتا يعني بعمل هيك وان هاي هيك انزلت وبكمل انا بعملها على مرحلتان يعني بشي بطريقة آلية انه عشان تبين للمشاهد بشكل اوضح ثلاث فور فايف سكس سبن هلا عشان اتاكد انه انا بعمل مية بالمية وان تو ثلاث فور فايف هاي الطريقة هي التدريبية يعني كيف انا بتدرب اعمل كيف التمرين مية بالمية وبنزل هيك منكون خلصنا التمرين الاول طبعا ازا كان التمرين هذا غلط بشتل معنى البايسبس اكتر فلازم اعمله بهاي الطريقة عشان يزبط معي ومرة مرة بصير فيه آلية بالموضوع تمرين اللي بعده اللي هو البول اتخلي ظهري مجدود زي هيك وباسحب وا 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 طبعا هو نفس الفكرة يعني انا بدي اسحب بعمل تقريبا ربع التمرين السحبة وبعدين بكمل السحبة مش انا بدي اضل شد ظهري وعمل زي هيك بزيد عندي التحدد بالظهر فانا باسحب زي هيك وباسحب وا 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 وإن شاء الله الأمور هيك بتكون تمام ويعطيكم ألف عافية ومتصبح عليكم كمان مرة وعساد المشاهدين